موسيقى مساء جديد وملفات جديدة اهلا بكم في عناويننا لهذه الليلة الازمة اليمنية سيناريوهات ما بعد الكويت موسيقى وفي الرياضة هذا المساء ريو دي جنيرو افاق المشاركة الخليجية في الالعاب الاولمبية المساء من سكاينيوز عربية مع فيصل بن حريز رغم الجو الاجابي الذي حاول ان ينشره المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد خلال اخر مؤتمراته الصحفية في الكويت والذي اعلن فيه انتهاء هذه الجولة من المشاورات اليمنية الان وقاع مئة يوم من التفاوض الذي لم يفض الى شيء والتطورات الاخيرة على ساحة المعارك العسكرية تنبئ بان اليمن دخل منعطفا جديدا وان الايام المقبلة ستحمل معها سيناريوهات مغايرة عن سابقاتها سأحاول استشراف هذه السيناريوهات مع ضيفي الليلة من الرياضة المتحدة باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن سمير الحاج ومن لندن الكاتب والباحث السياسي اليمني البراء شيباني قبل ان ابدأ الحوار مع ضيفي دعونا نذكر بما قاله اسماعيل ولد الشيخ احمد قبل ان يعلن انتهاء جولة مشاورات الكويت اكرر اننا على الطريق الصحيح وفي حالي استمرت الاطراف بالتجاوب قد نعود الى الطاولة قريبا عندما نتوصل الى صيغة نهائية اذا سنغادر الكويت اليوم ولكن مشاورات السلام لليمن مستمرة الهيكلية وآلية العمل ستتغير خلال الاسابيع المقبلة اذ اننا سنترك المجال للاطراف لاستشارة قياداتها وسنعمل مع كل طرف على حدة لبلورات التفاصيل الدقيقة والتقنية ولد الشيخ ركز ايضا على ما اعتبره نتائج تحققت خلال مشاورات الكويت تجديد الالتزام باحكام وشروط وقف الاعمال القتالية وتفعيل آليات تنفيذها بشكل عاجل ذانيا تفعيل لجنة التهدية والتواصل بظهران الجنوب واللجانة الامنية المحلية بهدف تثبيت وقف الاعمال القتالية ذالذا اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان وصول مساعدات الانسانية والمواد الاساسية دون اي عوايق ومعالجة الوضع الاقتصادي رابعا الافراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين وجميع الاشخاص الموضوعين تحت لقامة الجبرية او المحتجزين تعسفيا بما فيهم المذكورين في قرار مجلس الامن الدولي الفين ومئتين وستاش ارحب بضيفي مجددا من الرياض ولندن وابدأ معك ضيفي من لندن الكاتب والبحث السياسي اليمني البراء شيبان ولد الشيخ حاول ان ينشر جو ايجابي بعد انتهاء جولة الكويت بعد تسعين يوم من هذه الجولة كيف تنظر الى واقع الازمة اليمنية بعد مفاوضات الكويت تحية لك اخي فيصل وتحية لضيفك من الرياض وتحية للمشاهدين الكرام في حقيقة الامر نتائج المفاوضات الكويت لم يكن مستغربا لكثير من المتابعين للشأن اليمني المبعوث الاممي تحدث ان مشاورات ستستانف ولكن لم يتحدث على اي اساس هناك طرف وقع وهناك طرف لم يوقع هذا هو الاساس الذي يجب ان ينطلق منه ولد الشيخ هو قال انه سيعطي فرصة للاطراف بان تستشير قياداتها بينما ان الحكومة اليمنية علنت بشكل واضح انها موافقة ووقعت على الاتفاق الخطوات الرئيسية وهو المقياس الحقيقي لمدى نجاح المئة يوم التي مضت لم يتحقق منها شيء وهذا هو المحور الاساسي يعني المشاهدين الكرام يجب ان يعلم انه خلال فترة ما كان يطلق عليها ولد الشيخ التهدية قتل في محافظة تعز فقط لوحدها ثلاثمائة شخص لم تدخل المساعدات الانسانية لمعظم محافظات الجمهورية لم يتم اطلاق اي من المعتقلين بما فيهم المشمولين بقرار مجلس الامن هذه هي المعايير الاساسية التي يجب ان يعتمد عليها ابجديات السياسة التي يجب ان يعتمد عليها ولد الشيخ عندما يقول اننا توصلنا الى نتائج او حققنا اي من الانجازات انا اعتقد انه بعد فشل مرحلة العملية السياسية تدخل الازمة اليمنية الى منعطف هل بامكان قوات التحالف والجيش الوطني حسم المعركة بشكل عسكري هل بامكانهم حسمها باقل الخسائر هذه ابرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية بعد فشل كل المحاورات والعمليات السياسية نعم قبل ان اتوجه بالسؤال للعميد الركن سمير الحاج دعونا مشاهدينا نستمع لمقاله اللواء احمد العسيري الناطق باسم التحالف العربي في تصريحات السكاينيوز العربية بشأن التحركات العسكرية الاخيرة ثم نتابع الحوار نستعلمون انه في الفترة الماضية كان التحالف والشرعية اليمنية في وضع ضبط النفس لانجاح مهام المشاورات التي كانت تجري في الكويت هذا الوضع حقيقة انه دفع الميليشيات الحوثية لمحاولة تغيير الواقع على الارض وتحقيق مكاتب والجميع يعلم انه خلال المأسبوع الماضي كان في عملية باتجاه الحدود السعودية وفي عمليات وتحركات لم تتوقف من اليوم الاول وكانت الامم التحدى وبشكل خاص المبعوث الاممي على الطلاع يومي بتقرير يومي عن هذه الخروقات الان عندما اعتقدوا ان المشاورات في الكويت لن تأتي بشكل سعوا الى وضع المجتمع الدولي امامه بدوا يتحرقون على الارض وبالتالي الشرعية اليمنية والتحالف منواجبهم ان يتصدوا لهذه التحركات وان تكبح هذه الحركة حتى تغير الوضع الطبيعي وفي نفس الوقت يعني يجب ان يعي الميليشيات الحوثية وصالح انهم لن يحققوا مكاسب عاكرية على الارض هذا لن يسمح لهم به وبالتالي كان الطريق الاسهل والاوفر حظا لان يكونوا جزء من النسيج السياسي في اليمن هو ان يتعاملوا بشكل ايجابي مع المخاوضات التي تمت في الكويت ومشاورات سيد سمير يعني فيما يتعلق باستغلال الحوثيين او المتمردين لمرحلة ضبط النفس التي رافقت مسار المشاورات في الكويت الى اي درجة تم الاستغلال بالفعل وتحقيق مكاسب عسكرية خلال تلك الفترة شكرا لك اخي فيصل ولضيفك الكريم ولمشاهدي سكينيوز عربية اولا دعني اؤكد معلومة وقد اكدتها اكثر من مرة ان المتمردين الانقلاديين لم يلتزموا بوقف اطلاق النار ولم يلتزموا بالتهديع على الاطلاق ربما كان هناك بعض المناطق على الحدود مع المملكة العربية السعودية هدأت قليلا لكن في كل جبهات القتال لم تهدأ وحتى على الحدود مجرد ان شعروا بان هناك ربما عدم وصول الى ما يرضيهم في مؤتمر الكويت تحركوا باتقاه الحدود السعودية لكي يقوموا باعمال قتالية هناك انا اريد ان اؤكد فقط معلومة باننا خلال شهرين من التهدية كان هناك 14 الف خرب كان هناك 300 شهيد كان هناك في حدود 2800 قريح كان هناك اربع مجازر بشعر تكيبت ثلاث منها في تعز واحدة في اب والخامسة في البيضاء خلال السابع الماضية اذا عمليا لم يكن هناك اي تهدية من قبل ميليشياتها ربما كانت تستغل فترة التفاوض بهدف ربما تحقق شيء على الارض يسند هذا الموقف التفاوضي لكن انتباه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وايضا قوات تحالف منعها من ان تحرز هذا التقدم او ان تستفيد من هذا الوضع هم قاموا في كل الجبهات بمحاولة اجتياح لمواقع الجيش الوطني والمقاومة ولكن على اتحال لم يستطيعوا او يستفيدوا كما قال اخي العميد اخي اللواء احمد عسيري لم يستطيعوا ان يحققوا شيء ولن يسمح لهم ان يحققوا بعد الان اي تقدم في اي جبهة طيب يعني هذا التحرك العميد ركن سمير الحاج يعني يأتي في اطار رد الفعل على هذه الخروقات ام ضمن عملية عسكرية باتجاه صنعاء هو من حيث المبدأ هو كان عبارة عن رد لخروقات موجودة على جميع الجبهات لكن ايضا بالنسبة للجيش الوطني ومسنود بالمقاومة الشعبية ايضا لن يقف مكتوفة الايدي وينتظر حتى يهاجم في كل مرة لا بد ان يتقدم ليسيطر على الاماكن الاستراتيجية ويحكم مسرح العملية جيدا حتى لا يتعرض مرة اخرى لمثل هذه الهاجمات الان نحن نستطيع ان نقول ان الجيش الوطني وكذلك مسنود بهذه المقاومة الشعبية اصبح اليوم جاهز لتنفيذ اي مهمة يمكن ان تسند له من القيادة السياسية واعتقد انها لابد خلال الفترة القادمة ان تسند مثل هذه المهمة خاصة بعد ان ادرك المجتمع الدولي قاطبة بان هذه الجماعة لا يمكن ان ترضخل السلام ولعلكم تابعتم البيان الذي اصدره مجموعة الثمنتاشر التي هي دول العالم تقريبا باكمل المؤثرة ومن ثم اصبح لابد من خيار اخر اعتقد هذا الخيار هو الذي ربما يرضخ الحوثين وصالح بالاتقاه نحو السلام تتحدثون عن الخيار العسكري الى اي درجة بات سيد شيبان يعني الان الخيار العسكري هو الامثل في ظل حالة يعني عدم الالتزام بأي من مقاومات امكانية الوصول الى حل جاد سياسيا مع الطرف المتمرد نعم في الحقيقة الامر في بداية العمليات الان نحن نتحدث في وضع مختلف تماما كان قبل سنة كانت معظم العمليات تقوم بها المقاومة الشعبية ولذلك على سبيل المثال عندما تحررت محافظة عدن كانت دورة الابرز المقاومة الشعبية لكن انا اعتقد الان انه الحمل الاكبر يجب ان ينتقل الى الجيش الوطني المقاومة الشعبية هي دورها فقط ان تحمي مناطقها المناطق التي ينتمون اليها تحميها من اي اختراقات او من دخول جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع بعد ذلك يجب ان يكون الحمل والدور الرئيسي للجيش الوطني هو المعني الاساس بحماية الجمهورية اليمنية هو المعني الاساس بحماية المواطنين هو المعني الاساس بحماية المدنيين بما في ذلك المدنيين الذين سقطوا في محافظة تعز خلال هذه الفترة 300 شهيد هذا ليس عدد قليل ان يتم الاختراق الى هذه الدرجة يجب ان تنتقل العملية من مجرد فقط المقاومة والاعتماد على المقاومة بالدرجة الرئيسية الى الجيش الوطني بحيث يكون هو الحامل لأي مشروع مستقبلي للمؤسسة الامنية والعسكرية التحديات لا زالت اعتقد كبيرة لا يزال هناك الكثير من الغموض فيما يتعلق مدى جاهزية الجيش الوطني ولذلك نحن كلنا نتطلع الى اشخاص مثل العميد سمير حاجبة يستطيع ان يحدث بشكل ادق معي الجيش الوطني سنتحدث بشكل مفصل سيد البراء في الجزء الثاني من الحوار عن الجانب العسكري والتطورات في الميدان اليمني لكن سيد سمير هناك فكرة تطرح الآن ضرورة الضغط على حلفاء المتمردين لتحقيق ربما اتفاق جاد كيف يمكن تحقيق ذلك اذا كانت هذه الاطراف هي المتهم الاول بارغام هؤلاء على عدم التوقيع على اي اتفاق ينقل اليمن الى السلام انا في تقديري اخي الكريم ان هذا الحديث ربما يعني لن يكون مجدي ولن يؤتي ثماره على الاطلاق نحن امام مجموعة مسلحة استمرأة العمل في ظل الحرب وفي ظل ابتزاز الوطن والمواطنين نحن امام مجموعة مسلحة ايضا اصبحت تنهب الاقتصاد الوطني ولا تستطيع اليوم ان تعيش بعيدا عن السلاح ومن ثم اولا رضوخها لأي التزامات او عودة الى السلام ربما سيفقدها مثل هذه الفوائد التي كانت تعيشها ومن ثم صعب جدا ان نتحاور ونوقع مع مجموعات مسلحة غير منضبطة نحن نتحدث عن مجموعة ليس لها هدف الا القتال لغرض القتال وليس لها اي هدف استراتيجي الان الوطن ينتهي اقتصاديا ينتهي اجتماعيا يتشتت وهي لا تعنيها في ذلك شيء تشكل مجلس سياسي وتعمل كأنه شيئا لم يحصل على ارض الواقع ومن ثم اعتقد ان هذا الضغط لن يجدي ولن يصلنا الى النتيجة سيد البراء كان اساس التحرك العسكري في اليمن هو ارغام المتمردين والحوثيين على الجلوس على طاولة الحوار للوصول الى حل سلمي لماذا هذا التعنت رغم كل هذا التقدم العسكري للتحالف والجيش الوطني وايضا تضييق الخناق عليهم الان في ظل التحركات خلال اليومين الماضيين على ماذا يراهنون اذا هذا السؤال مهم جدا انا اعتقد الساب الرئيسي هو طبيعة تكوين هذه الماليشيات هذه الماليشيات تتكون ومحورها الاساسي في التحرك نحو تحقيق اي مكاسب سياسية هو العنف هو العمليات القتالية هو التسريح فلذلك جماعة الحوثي لن تسلم السلاح لا اليوم ولا تحت اي ضغط لن تسلم جماعة الحوثي السلاح لان هذه العقلية الوحيدة التي نشأت فيها جماعة الحوثي هي مشابهة ومطابقة تماما لنفس فكر وتنظيم القاعدة تتحرك وفق يعني اي مكاسب تريد ان تحققها تعتقد انه لا يمكن تحقيق اي مكاسب الا عبر السلاح وكلما كانت تتقدم في المناطق حتى داخل حركة الحوثي عندما كان هناك المكتب السياسي المكتب السياسي هذا ليس لديه اي قرار القيادة العسكرية داخل جماعة الحوثي وقيادتها داخل صعدة هي من تمتلك القرار الحقيقي ولذلك نحن نرى هذا التعنت الكبير جماعة الحوثي في نهاية المطاف استولت على مؤسسات الدولة في صنعها نهبت العاصمة اقتحمت المدن بقوة السلاح فلذلك يجب التعاول معها وفق هذا المنطق حتى يتم اقناع قيادتها او من الاطراف السياسية داخل هذه الحركة حتى يصلوا الى قناعة انهم لا يمكن ان يكونوا إلا ضمن النسيج السياسي لليمن وليس قوة خارجة عن القانون بهذه الطريقة سنتحدث بشكل مفصل عن الجانب العسكري وتطورات العسكرية في الشان اليمني اذا فاصل قصير نواصل بعده النقاش مع ضيفي من لندن والرياض ابقوا معنا اهلا بكم مرة اخرى في المساء ارحب بضيفي مجددا من الرياض المتحدث باسم القوات المسلح اليمني العميد روكون سمير الحاج ومن لندن الكاتب والباحث السياسي اليمني البراء شيبان ولكن قبل ان نواصل الحوار دعونا نلقي المزيد من الضوء على الوضع الميداني في اليمن خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية من خلال تقرير زميل فواز بن الصر التصعيد العسكري في اليمن يعود مجددا الى مختلف جبهات القتال خلال الساعات الماضية شهدت مناطق عدة مواجهات شرسة بين قوات الشرعية من جهة ومليشيات الحوث وصالح من جهة اخرى لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الشرعية عملياتها العسكرية التي اطلقتها لدحر الانقلابيين من مديرية نهم شمال شرقي صنعاء التقدم كان سريعا في نهم رغم صعوبة التضاريس في محاور القتال فقد استعاد الجيش الوطني تلالا عدة تطل على مركز مديرية نهم ما يمكنه من تحقيق مكاسب على الارض والسعادة ما تبقى من المنطقة الجبلية ذات الاهمية الاستراتيجية محافظة الجوف كانت هي الاخرى ساحة للمواجهات بين الطرفين مديرية الغيل معقل المتمردين في المحافظة تم محاصرة الماليشيات فيها من ثلاثة محاور بعد هجوم لقوات شرعية الوضع في مديرية المتون المجاورة لا يختلف فقد ضيقت قوات الشرعية الخناق على الحوثيين المتمركزين في معسكر حام بعد استعادة ثلة تطل على المعسكر الخاضع لسيطرتهم منذ 2011 وفي محافظة حج الحدودية مع السعودية شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من عشر غارات جوية على مواقع المتمردين الحوثيين ودمرت ثلاثة دبابات ومدفعين ومخزن للسلاح ويأتي هذا التصعيد العسكري كرد طبيعي مع انتهاء المشاورات في الكويت التي لم تحقق أي نتيجة خصوصا في ظل استمرار الحوثيين وحلفائهم في عدم الانصياع للسلام وتصعيدهم من خلال استكمال تشكيل المجلس السياسي في صنعاء وعسكريا من خلال الهجمات التي شنت من قبلهم طوال فترة المحادثات على مواقع قوات الشرعية العميد الركن سمير الحاج ضعنا في تفاصيل ما تم تحقيقه من تقدم عسكريا في الميدان ما بعد مفاوضات الكويت على يتحال هي المعركة كانت قائمة حتى أثناء كما قلت له حتى أثناء المشاورات لكن اشتد أورها خلال هذه الفترة فبعد أن ربما لم يستطع الحوثيون أن يفعلوا شيء في المفاوضات بدأوا بالتصعيد على جميع القبهات كان رد فعل الجيش الوطني حاسم وقوي وفي كل القبهات طبعا في جبهة القوف كما فعلا حدد تقريركم منطقة المتون ومنطقة الغيل شدد علي الخناق وهناك تقدم كبير في هذه الجبهات في جبهة نهم وهي ربما الذي كانت الأسخن خلال هذه الـ 24 ساعة الماضية تقدم الجيش الوطني في عدة اتباب لعل أهمها ويخطرها الذي قبل المنارة المطل على مديرية بني حشيش ومديرية نهم ومديرية بني الحارث التي تعتبر هذه المديرية تعتبر من مديرية محافظة صنعاء طبعا المعركة أيضا في الجهة الأخرى هناك في منطقة في محافظة تعز أيضا في منطقة الصلو اشتباكات كبيرة جدا وتقدم للمقاومة بغرض قطع خط الإمداد الواصل ما بين كريش ومحافظة تعز في جبهة أيضا الحيفان في جبهة الأثاور في الأحكوم كل المناطق الآن هناك شبهة انتفاضة في هذه المناطق ضد هذه المليشيات أيضا في محافظة الظالع أيضا هناك أيضا تقدم للمقاومة رغم القصف العنيف على مناطق ونقاط المدنيين في هذه القرى أيضا هناك طبعا تشكل كبير جدا وغضب عارم في منطقة البيضاء سينتق عنه أشياء كثيرة خلال الأيام القادمة المشهد برمته أصبح مشتعل وقوي وأنا أتوقع أننا بإذن الله على وشك تحقيق انتصارات كبيرة خلال هذه الأيام سيد البراء الموقف الروسي الذي عطل مقترحات ولد الشيخ كيف تنظر إليه ولأي درجة قد يكون لروسيا ربما تأثير أكبر على الأزمة اليمنية حقيقة الموقف الروسي هو مؤشر إلى أي مدى تتجه فيها القيادة الروسية فيما يتعلق تعاملها مع الملف اليمني هي كانت في فترة سابقة كانت تتعامل خلينا نعتبر بحيادية لم تعترض على القرار 8216 ولكن واضح من خلال تعطيل إصدار البيان أن القيادة الروسية لن تسمح لا بإصدار بيانات ولا حتى قرارات بعد القرار 2216 على الحكومة اليمنية أعتقد أن تأخذ هذا كمؤشر واضح أن القرار 2216 قد يكون آخر القرارات للصالحة وأنا أعتقد أنه قرار كافي يعطيها الحق الحق كون اليمن الآن أصلا ضمن البند يعني داخله ضمن البند السابع لا أتوقع حقيقة أن الروسيا سوف يكون لها أي دور فاعل عسكريا في الأخير تدرك أن الحكومة اليمنية علاقتها أبقى وأقوى من جماعة الحوثي ولكن يجب دائما الانتباه لأن الطرف الروسي لديه حسابات إقليمية أخرى ولذلك قد يعطل إصدار أي بيانات أو قرارات مستقبلية ماذا عن رأيك العميد الركن سمير يعني هل أيضا لا تتوقع أي دور عسكري ربما حتى دعم بالسلاح من قبل روسيا للأطراف المتمردة في ظل الخسائر يعني الأخيرة في سوريا تحديدا أنا في تقدير الشخصي لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تجازف بعلاقتها ولا بالحكومة الشرعية وأيضا تجازف بعلاقتها ربما بالمحيط الإقليمي بالكامل من أجل مجموعة المتمردين ربما هناك من يقوم بشراء الأسلحة وتوريدها لكن أن تقوم دولة روسيا نفسها أعتقد أنه من الصعب جدا نظرا لأن في الأخير تظل تعتقد وتعرف روسيا تماما أن هذه عبارة عن مجموعة متبردة ليس لها مستقبل أيا كان هذا المستقبل أنا أتصور أن الروس ربما يحاول فقط الاستفادة من هذا الظرف لتحقيق ربما بعض المكاسب الذاتية ربما من بعض دول الإقليم ليس إلا طيب أصدرتم تحذيرا للمواطنين في العاصمة صنعاء العميد سمير وضواحيها بالابتعاد وعدم التعاون مع الميليشيات كيف تقيم الاستجابة الاستجابة الأهالي في صنعاء والمدن المحيطة بها مع هكذا نداء هو إشكالية كبيرة ربما نعاني منها ولذلك أصدرنا هذا النداء لأن الحوثيين بالذات والصالح يحاولون أن يتمركزوا بجانب تجمعات المدنيين هو في البداية كان الهدف منها الهروب من ضربات الطيران الذي تتحاشى تماما ضرب المناطق المدنية والآن عندما بدأت تصل مدفعية الجيش الوطني إلى تخوم العاصمة في حدود أرحب ومنطقة بني حشيش أصبح ربما يجمع أيضا بعض القوات في هذه المناطق فنحن حذرنا المواطنين لأننا في الأخير إذا ما أصدرت الأوامر بتنفيذ معركة سنسعى بكل قوة للحفاظ على المدنيين والحفاظ على أرواحهم وتقنب إذائهم ومن ثم وقهنا هذا النداء وأعتقد أن هناك تقاوب كبير إلى حد الآن ربما البعض لا زال يخاف من هذه المليشيات وبطشها لكن إذا تقدم الجيش الوطني أعتقد أن الأمور سينفض هؤلاء عن هذه المجام سيد البراء يعني دائما كانت الوفد الشرعية أو الحكومة مرن مع أي نداء لبحث مسار السلام جنيف واحد جنيف اثنين الكويت كما تابعنا الآن بعد ما نشهده الآن في السحة اليمنية عودة المسار العسكري في حال طلب من الوفد الحكومي المشاركة في محادثات سلام جديدة وجولة جديدة كيف سيكون الموقف في رأيك أنا أعتقد أن الحكومة اليمنية هي تتعاطى وفق المعطيات الأقليمية والدولية لا تستطيع أن تخرج بقرار متفرد أنها تخوض مثلا المعركة وترفض الخيار السياسي أو أي مفاوضات قادمة ولكن ما يترتب عليها هو حسم المناطق المشتعلة تحديدا أنا هنا أتحدث عن مدينة تعز يجب عدم ترك المدن والمناطق مفتوحة بهذه الطريقة حتى يتم البحث السياسي جماعة الحوثي واضح طريقة استغلالها للهدن للمباحثات محاولة اختراق المناطق التي لا تسيطر عليها عدم إطلاقها صراحة المعتقلين بل أنها حتى لم تعري أي اهتمام للمجتمع الدولي عندما أعلنت المجلس السياسي أنا أعتقد هذه كل مؤشرات يجب أن تكون الحكومة اليمنية تضحها في بالها الجماعة الحوثي ستغدر بالاتفاق مرة بعد أخرى تحليل الشخصية توقع نعم الحكومة اليمنية ستذهب إلى أي مباحثات مباحثات قادمة ولكن عليها أن تحسم المعارك التي هي مفتوحة في أكثر من جبهة سواء في المتون في الجوف سواء في تعز سواء في أي مناطق لا زالت تشهد اشتباكات حادة بشكل سريع اللواء سمير طرح سيد براء سؤال هل بإمكان الجيش الوطني تحقيق هذا الحسم في المناطق التي ذكرها دعني طمئن الأخ البراء وكل المشاهدين من خلالك الجيش الوطني أصبح في جهوزية تامة وكاملة بإذن الله تعالى لتنفيذ أي مهمة تلقى إليه من القيادة السياسية وأعتقد نحن روما قريبا أمام هذا المشهد إذن كل الشكر لك العميد الركن سمير الحاج المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية كنت معنا من الرياض وكل الشكر لضيفي من لندن السيد البراء شيبان الكاتب البحث السياسي اليمني شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر